عدد مشتركي المتعامل العمومي للهاتف النقال تجاوز السبعة عشر فاصل ستة مليون مشترك كما أن رقم أعمال شركة موبيليس تجاوز بكثير المئة وثلاثة ملايير دينار هذا ما كشف عنه الرئيس المدير العام لموبيليس محمد حبيب في تصريحات حصرية للبلاد واتات الأرقام التي حققتها الشركة العمومية أياما فقط بعد ترأس محمد حبيب شركة موبيليس التي لم تتوقف عن التطور منذ أربع سنوات لتتجاوز كل التوقعات بعد إعلان مسؤولها الأول العمل حاليا على بلوغ عاتبة الثمانية عشر مليون إلى أن بعض الملاحدين أرجعوا الارتفاع الكبير لأرقام موبيليس ونفس الأمر ينتبق على أريد إلى الانهيار المستمر لشركة جيزي التي ما تزال أرقامها في تراجع مستمر سواء من حيث عدد الزبائن الذي فقدت فيه الشركة ما يتجاوز المليونين مشترك أو الأرقام الأخرى مثل رقم الأعمال الذي لم يعرف أي انتعاش ويؤكد هذا فرضية الهجرة الجماعية لمشترك جيزي نحو شبكة موبيليس وأريد فيما تتواصل مشاكل جيزي بعدما عرفت عدة نكسات سابقة وشبهات بدايتها كانت من مالكها الملياردير نجيب ساويرس الذي اضطره تحايله الضريبي إلى بيع الشركة للحكومة الجزائرية بموجب حق الشفقة قبل أن يظهر باكيا على الأطلال عبر الفضائيات المصرية مؤخرا ويتهم الجزائر بتبديد حلومه في الدفع بشركة أوراسكوم لمقارعة أكبر شركات الاتصالات في العالم من جانب آخر تتربص شبهات التطبيع مع إسرائيل بداع التطبيع التجاري وفي الأخير دعوات إلى مقاطعة كل خدمات أوراسكوم بسبب معلومات تؤكد العلاقة الحميمية بين ميخايل فريدمان مالك الشركة فيمبلكوم المسير لجيزي من كبار قادة إسرائيل